اهلا بكم في مطبخينه بسبوسة 100 جرام نضيف عليهم نصف كباية من اللبن البودرة 60 جرام وربع كباية من السكر 50 جرام نضيف عليهم معلقة صغيرة من القرفة ومعلقة صغيرة من الكاكاو معلقة صغيرة من البيكنج بودر عليهم باكو من الفانيليا ونقلب المكونات الجافة مع بعض كويس نضيف المكونات السيلة ربع كباية من الزيت 60 مل ونضيف عليهم كباية من الزبادي اللي هي بتساوي نصف كباية معيارية 125 جرام وربع كباية من المية 60 مل نقلب المكونات كلها مع بعض والخليط جاهز معينا صينية فرن مقاس 20 سنتي نضيف خليط البسبوسة زي ما احنا شايفين لا هو سايل قوي ولا هو تقيل قوي بيبقى متوسط هنفرده كويس في الصينية وندخله فرن سخن على حرارة 180 درجة لجاية لما تستوي المدة تقريبا 25 دقيقة هنحضر الشربات نصف كباية من السكر 100 جرام هنحط عليهم كباية من اللبن الحليب 250 مل هناخد بقى الشربات هنحطه على نار متوسطة لجاية لما يبتدي يجلي وبعد ما يجلي طبعا ده كله مع التقليب هنسيبه على نار هادي خالص يجلي المدة تقريبا 5 دقايق بعد كده هندفي عليه ونسيبه يهدى شوية عشان نستعمله وهو دافي البسبوسة طلعت من الفرن وهي صخنة هنبتدي نشويكها كده بشوكة او بعود خشبي بعد كده هنجيب الشربات اللي احنا لسه عاملينه بعد ما هدي شوية وبقى دافي هنصبه بقى على الكيكة بس بالتدريج هنحط شوية وبعد ما تتشربها هنحط شوية تانين لغاية لما نخلصه كله هنسيبها بقى تبرد كده شوية لغاية لما نحضر الكريمة كريمة الجبنة بقى اللي معينا هنستعمل لبن مكسف مية وسبعين جرام ومعاهم جبنة كيري او جبنة فلادلفيا استخدمت هنا ست قطع من الجبنة الفلادلفيا اللي هي مية وستين جرام اللي بتساوي تمن قطع من الجبنة الكيري هنضربه مع بعض كويس لجاية لما يمتازبوا بالشكل اللي احنا شايفين بعد كده هنصبه على البسبوسة بعد ما بردت شوية ونفرده كويس كده على وشها هنحطها بقى في التلاجة لمدة تقريبا ساعتيا لغاية لما كريمة الجبنة تبتدي تتماسك بعد كده هنقدمها قبل ما نقدمها على طول هنرش عليها رشة من القرفة وممكن كمان تبقى رشة من القرفة مع الكاكاو شكلها جميل قوي وطعمها مزيج بين البسبوسة وبين السينابون في منتهى الجمال جربوها وان شاء الله هتعجبكم يا رب يكون عجبكم الفيديو ويريد تقولولي رأيكم في التعليقات وإلى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله اشتركوا في القناة